الحرب بشئة شاشات الأخبار مليئة بمشاهد الدمار في السودان لكن ثمت فصولا من المعاناة فعيدا عن أعداد القتلى والجرحة حيث يظهر تجار السوق السوداء كما في أي حرب أو كالثة طبيعية لاستغلال حاجات الناس في التنقل والعبور وغيرها من الضرورات الإنسانية صحيفة الڭارديان البريطانية ألقت على العقبات التي تعيق فرار المدنيين للدول المجاورة حيث تمتد طوابير طويلة من الحافلات والمدنيين الفارين من المعارك لانتظار دورهم أملا في العبور إلى بر الأمان نشاهد هذا المقطع لأحد السوريين المقيمين في السودان أمام معبر أرقين الحدود مع مصر شوفوا هاي هذا بيطره أكثر من شيء 30 باص 60 باص هذولي على الحدود وقفون هذول يمكن بدون لسه لبعد بكرة لحتى يقطعوا شوفوا كمية الباصات اللي واقفة هي لسه ما دخلي لسه فيه هذول أدن على مرة تانية بالمعبر المصري هذا المعبر السوداني هذول لسه ما فاتوا على حدود كان الله في عونهم الڭارديان البريطانية قالت إن السودانيين في الخرطوم باتوا يعتمدون على مجموعات أنشئت على تطبيق واتساب وصفحات التواصل الاجتماعي لمساعدة الناس على الخروج من الخرطوم حيث توفر المعلومات المتعلقة برحلات الحافلات المتجهة نحو الحدود شح المياه والغذاء ونقص الصيولة المالية في ظل إغلاق البنوك ومشاكل أخرى تتعلق بتأشيرات الدخول إلى الدول المجاورة فتح الباب أمام الكثيرين للأسف في استغلال حاجة الناس وطلب مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 300 دولار ثمنا للمواصلات حتى أن بعض النساء يحاولن بيع الذهب على فيسبوك لجمع الأموال اللازمة بحسب الڭارديان الصحيفة تحدثت عن الفوضى على الحدود مع إثيوبيا مثلا نقلت أن فرق مراقبة الحدود على كلا الجانبين كانت تساعد فقط أولئك الذين لديهم المال ولا يختلف حال السودانيين كثيرا في تشاد حيث قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن اللاجئين السودانيين في تشاد يبيتون في العراء وينامون في ملاجئ مؤقتة أو تحت الأشجار ومعظمهم من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة حسب وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استيائهم من ترد الأوضاع الإنسانية ودعوا إلى تقديم تسهيلات للفارين من أتون الحرب فقد عبر سمير عن غضبه مما وصفهم بتجار الأزمات الذين يستغلون تعطل البنوك ونقص الموارد الغدائية والنصب على المدنيين لجمع المال والاغتناء في هذه الظروف الصعبة حسب وصفه بينما طالبت نهى الشافعي بتفعيل اتفاقية الحرية الأربعة التي وقعت بين مصر والسودان وتنص على حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك حسب وصفها ونختم بتغريدة محمد الحلو الذي قال رسالة من مصري محب لأهلنا في السودان أنتم منا ونحن منكم تجمعنا جغرافيا واحدة وتاريخنا مشترك ولغتنا واحدة وقبل ذلك ديننا واحد وأنتم فوق رؤوسنا حسب وصف الكاتب